أعزائي الطلاب أهلنا سهلا بكم ومرحبا بكم في درس نقمل فيه حديث أو يستمر فيه حديثنا عن الأسماء الموصولة ونبدأ اليوم الحديث عن جملة الصلة ما معنى جملة الصلة ولماذا نأتي بها في الكلام؟ قلنا قبل ذلك إن الإسم الموصول هو إسم لا يتم معناه إلا إذا وصل بجملة أو شبه جملة إسم لا يتم معناه إلا إذا وصل بجملة أو شبه جملة سنحتاج هذه الجزئية كثيرا تعريف الإسم الموصول ليس الموصولات عموما بل الإسم نفسه الإسم الموصول هو إسم لا يتم معناه إلا إذا وصل بجملة أو شبه جملة لماذا؟ لأن الإسم الموصول مبهم المعنى غامض المدلول لا بد له من شيء يوضح معناه ويزيل هذا الإبهام وذلك هو الصلة تسمى جملة إيه؟ الصلة فالصلة هو ما يبين مدلول الإسم الموصول ويزيل إبهامه من جملة أي من جملة أو شبه جملة فما هي شروط الصلة؟ ما هي شروط الصلة؟ شروط الصلة يعني الجملة أو شبه جملة التي تأتي لتوضح معنى الإسم الموصول شروط الصلة أو شروط جملة الصلة شروط الصلة أو شروط جملة الصلة أولا لا بد أن تكون جملة الصلة متأخرة عن الإسم الموصول لماذا؟ لأنها مكملة له لأنها مكملة له الشرط الثاني الأول لا بد أن تكون جملة الصلة متأخرة عن الإسم الموصول الشرط الثاني أن هذه الجملة تجتمل على ضمير يعود على الاسم الموصول ويسمى العائد ولابد لهذا الضمير العائد يوافق الاسم الموصول في النوع والعدد يوافق الاسم الموصول في النوع بس لا والعدد يلابد لهذا الضمير أن يوافقه في النوع والعدد والغرض من هذا الضمير ربط جملة الصلة مع الاسم الموصول تقول مثلا جاء الذي نجحا من الذي نجح تقديره هو مفرد مثكر عاد على الذي يعود على الذي المفرد المثكر لو كان مؤنثة نقول جاءت التي نجحت من التي نجحت هي تعود على من على التي موافقة في النوع والعدد جاء الذين نجحوا وهو الجماعة تعود على الذين جاءت التي نجحنا من النسوة تعود على الجامعة توافقه نوعا وعددا طيب الضمير الرابط من حيث مطابقته للموصول وعدمها له حالتان الأصل أن يكون مطابقه الأصل أن يكون الضمير العائد على الاسم الموصول يوافقه في النوع والعدد الحالة الأولى تجيب مطابقته لفظا ومعنى إذا كان الاسم الموصول خاصا سواء خاص بمذكر أو بمؤنث بمفرد أو مثنى والجمع مثل التي والذي اللذان الذين اللائع التي إن كان الاسم الموصول مفردا فيكون الضمير مفردا كما ذكرت وإن كان مثنى أو جمعا يكون كذلك الضمير مثنى أو جمعا نحو قولك أكرمت الذي تفوق من الذي تفوق تقديره هو يعود على الذي والذان تفوق ألف الاثنين تعود على اللذان توافقه في النوع والعدد والذين تفوقوا والجماعة تعود على الذين موافقة لها في النوع والعدد الحالة الأولى وهي الأصل الحالة الثانية لا تجب المطابقة بل تجوز مراعاة اللفظ أو مراعاة المعنى مراعاة اللفظ نحمل على اللفظ أو نحمل على المعنى وذلك في الأسماء الموصولة المشتركة مثل من الموصولة فإن لفظها من الموصولة فإن لفظها مفرد مذكر ومعناها يصلح أن يكون مثنى أو جمعا أو غيرهما لفظ من مفرد من اجتهد أكرمت من اجتهد مفرد مذكر لكن معناها تستخدم للمفرد والمثنى والجمع المذكر والمؤنف لفظها نعم صحيح طيب نحو قولك من الطلاب من يحب الفائدة من يحب الفائدة من اللي يحب اللي هو تقديره هو يعود على الطلاب طيب من لفظها مفرد ولكن معناها هنا تاخدناها على المعنى استخدمت للجمع من يحب الفائدة الطلاب من الطلاب من يحب أي الذي يحب هو هنا الضمير العائد مفرد ومع أن ما قبلها جمع هنا مراعاة للفظها لأن لفظها مفرد أو يجوز لك أن تقول من يحب الفائدة من الطلاب من يحب الفائدة فتكون أول جماعة موافقة لما قبلها من الطلاب لما قبلها من الطلاب يبقى لدينا حالتان في الضمير العائد على الإسم المنصول حالة يجب أن يكون الضمير موافقة للإسم المنصول نوعا وعددا وذلك إذا كان الإسم المنصول نص أما الحالة الثانية يجوز فيها الوجهان مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى مع الأسماء المنصولة ماذا المشتركة بذلك ننتهي من الحديث عن جزء أو المحاضرة الأولى عن جملة الصلة لنا محاضرة تالية إن شاء الله تعالى نتحدث فيها ونكمل الحديث فيها عن جملة الصلة فإلى هذا اللقاء